السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبعة حقائق مثيرة حول الذقن قد تكون تقرأها لأول مرة تابع معنا إن الجسم البشري مذهل بحق فهو يمثل بالنسبة لكل واحد مننا أكثر مما نعرفه في هذا العالم لكن على الرغم من ذلك يجهل الكثير مننا الكثير من الأمور حول جسمه من معالمه ووظائفه خباياه ومزايه وميزاته نقدم لكم في مقالنا هذا بعض الحقائق عن جزء مهم من جسم الإنسان ووجهه وهو الذقن إنه الذقن ببساطته التي يبدو عليها ذلك النتوء العظمي في أسفل وجهك إنه جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان كما يكتنفه نوع من الغموض التي لطالما ترك الباحثين في حيرة من أمرهم إليكم سبعة حقائق مدعومة بالعلم حول الذقن الحقيقة الأولى قد يساعد في تخفيف الضغط عن الفك الذقن يساعد في تخفيف الضغط عن الفك قد يكون الذقن تطورا من أجل حماية الفك من الضغط الاستثنائي الذي سببته إعادة هيكلة أفواهنا في سبيل تمكيننا من الكلام والأكل وهذا وفقا لدراسة تم إجراؤها سنة 2007 ونشرت في مجلة الفراضيات الطبية قد يساعدك ذقنك في تحمل البعض من ضغط الكتل العضلية المسؤولة عن المضغ والكلام ومنه فهذا سبب جلي يجعلك ترغب في أن يكون لديك ذقن قوي الحقيقة الثانية الذقن أساسي للغاية من أجل المضغ يخبرنا في هذا فرانسيسكو غارغانو وهو جراح تجميل المرخص من طرف مجلس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية في مركز عمليات التجميل The Plastic Surgery Center في نيوجيرسي تتموضع العديد من العضلات في الذقن كما تشكل جزءا من Oculus Planet التي هي تلك المسافة بين أسنانك عندما يكون فامك مغلقا تدعم العديد من الأبحاث هذه النظرية مما يقترح بأن الذقن يساعد على دعم الفك ضد بعض الضغوطات الآلية بما في ذلك آلية المضغ التي تولد قدرا كبيرا من القوة الحقيقة الثالثة قد يكون الذقن قدم الكثير من المساعدة لأسلافنا أثناء اختيارهم لشركائهم تفيد دراسة حديثة على أن الذقن ساعد أسلافنا على إيجاد والعثور كمختيار الشركاء يقول في هذا غارغانو يميل الذقن إلى امتلاك ذقن طويل مع مظهر مربع الشكل وقاعدته مصطحة في الأسفل أما الإناث فتميل ذقنها إلى كونها أضيقة وأكثر دائرية تقترح دراسة تم إجراؤها سنة 2010 ونشرت في المجلة الأمريكية للأنتروبولوجيا الفيزيولوجيا بأنه لو لم يكن للأمر علاقة بالجاذبية الجنسية لما كان هناك اختلاف في بنية وشكل الذقن لدى كل من الرجل والمرأة لأنه ببساطة لا توجد أي اختلافات وظيفية بينهما يأكل كل من الضكور والإناث ويتحدثون بنفس الطريقة رابعا لم يتمكن العلماء والباحثون بعد حول الغاية ولم يتفقوا الباحثون بعد حول الغاية والهدف من الذقن وفقا لفيصل تواب وهو طبيب في أورلاندو بفلوريدا فإن أكثر الأمور إطارة الاهتمام حول الذقن هو أنه لا يوجد جواب واضح ومقنع لما هو موجود أصلا ولماذا لدينا ذقن في الأساس فهو يقول تتضمن بعض النظريات الأكثر الشهرة التي تبحث في السبب وراء وجود الذقن ما يلي مساعدتنا في الكلام أو حماية الفك من ضغوطات عملية المضغ أو كوسيلة لتحديد جاذبية الطرف الآخر لدى البحث عن شريك أو مجموع من الأسباب الثلاثة السابقة معا ويضيف ما زالت الأبحاث في سبيل إيجاد الهدف الحقيقي وراء امتلاكنا للذقن قائمة وتجري على قدم وساق فهناك الكثير من النقد الذي تتعرض له كل تلك النظريات الحالية التي تناولت الموضوع خامسا الحقيقة الخامسة البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تملك ذقنا بينما قد يتشارك البشر في بعض الأمور مع الحيوانات الأخرى إلا أن الذقن ليس واحدا من تلك الأمور فهو يشكل الاستثناء هنا يقول فيصل تبواب الدكتور إن الفيلة هي الكائنات الوحيدة الأخرى دون البشر التي تملك جزءا من الجسم يشبه الذقن إلا أن ذقن الفيلة تشكل بفعل افتقارها لأسنان سفلية ولكونها تحوز على شفة سفلية كبيرة فهو في واقع الأمر ليس عبارة عن نتوء عظميا مثل ما هو الحال لدينا نحن البشر وهو الأمر الذي يعتبر ذقنا حقيقي وميزة نتفرد بها عن سيوانا من الكائنات الحية يعتبر الذقن البشري تصنيفا تفرعيا تمتاز به الكائنات البشرية دون غيرها ويوضح ذلك تواب قائلا بأن هذا الكلام يعني ميزة أو عضوا جسميا لا يوجد لدى الأشكال الأخرى من صنف ما وهو مجموعة من الكائنات التي تتشارك سلفا مشتركا باختصار يعتبر الذقن كذلك دليلا عن تطور الجنس البشري وواحدا من الخصائص الفيزيولوجية التي تميزنا عن غيرنا الحقيقة السادسة هل تتعزز حضوضك في جذب الطرف الآخر إن كنت تحظى بذقن مشقوق شينكليفت يقول تواب تاريخيا أعطت العديد من ثقافات معاني خاصة لكون المرء يولد بذقن مشقوق وعادة ما يربط ذلك بالحظ فيما يتعلق بالحب والعلاقات أما الواقع فليس بمستواتك التطلعات يقول تواب تقترح النظرية السائدة حاليا على أن غمازة الدقن كما يطلق عليها تحدث نتيجة عدم الالتحام التام لعظمتي الفك قبل الولادة كما توجد العديد من أشكال الشقوق والصدوع منها العمودية والتي تتخذ شكل إغراج والمستديرة الحقيقة السابعة قد يكون للذقن حيث توقف التطور ببساطة قد لا يكون للذقن أي علاقة بتحمل أي ضغط أو جذب شريك بغرض التزاوج وفقا لناتان هولتون وهو خبير أنتروبولوجيا في جامعة آيوا في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الذي يقترح بحث كان قد أجراه أن جنس الهومو الذي يتضمن كل من البشر والنيان ديرثال وبعض أقربائهما كذلك والهومو الصابيان على وجه الخصوص قد طورت ببساطة وجوها أسخر حجما يضيف هولتون إن الفك السفلي وهو آخر جزء من الجسم يتوقف عن النمو مما يجعله أكثر بروزا بالمقارنة مع الأجزاء الأخرى من الوجه ومنه فإن بروز الضقن هو النتيجة الثانوية لكون وجهنا تأخذ في الصغر المصدر هو موقع مونتال فلوس السلام عليكم